إلى بغداد استقبل اليوم وزير الطاقة مصطفى قيتوني من قبل الرئيس العراقي فؤاد معصوم حيث أبلغه التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية سيد عبدالعزيز بوتفليقة وتمنياته باستقرار العراق كما حمل رئيس العراقي وزير الطاقة تحياته إلى رئيس الجمهورية سيد عبدالعزيز بوتفليقة وكان قيتوني قد استقبل أمس من قبل رئيس البرلمان العراقي سليم لشبوري